الفيلم ازاي الاكل اللي انت تحبها ومع مولة كويس جدا بس ناقصها ملح اه انا موافقك اكل ما ناقصها ملح وشوية مي شوية بوهرات شوية سمنة شوية صلصة شوية سوى شوية خضار على جنب لا بس هي يعني بس هي حلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة ومنقشة جديدة لفيلم ديون بارت 2 من فيلم جامد احنا دلوقتي في الستريم للناس اللي بتتفرج على هذا المقطع وهو المسجل وخلال هذا الستريم هنجاوب على تساؤلات الناس لفترة من الزمن بدون حرق وبعدين في نقطة معينة هنفتح الباب للمناقشات بحرق لان في حاجة كتير محتاجين نتكلم عنها بحرق وفي هذه اللحظة اللي بخاطب فيها الكاميرا الناس بالفعل في الشات بتتكلم ولما تلاقوني بعمل كده تعرفوا ان انا يعني بقلة زوء متجاهلهم يعني مش متجاهلهم بس بحاول ان انا ايه اقول كلامي بدون مؤثرات احداث فيلم ديون 2 بتنطلق من نقطة الانتهاء بتاعة الجزء السابق وهي نجاة بول اتريدس مع والدته ليدي جيسيكا من براثن الهاركونن ولجوءهم للفريمن في صحراء كوكب اراكس املا منهم في ان هم يصلوا للخلاص وللامان ولكن الاندماج داخل مجتمع الفريمن حيتطلب تضحيات وحيتطلب مخاطرات كبيرة جدا علشان يقدروا يكتسب وثيقتهم خصوصا وان في اتجاه من العقول الكلاسيكية داخل مجتمع الفريمن بان بول اتريدس مكتب له اكتر بكتير من ما هو باين وان في نبوءات كتير بتتوقع ظهوره وانه هيكون عنصر الخلاص للمجتمع كله وعنصر الاستقلال الخاص بالكوكب وطبعا بنعيش بعد كده في الصراع ما بين بول اتريدس والاهداف بتاعته ما بين الهاركونن والاطمع بتاعتهم خصوصا وان الفريمن مع بول اتريدس بيتحدوا من اجل افساد المخططات ديت وطبعا اكتر عنصر متضرر من هذا الموضوع هو الامبراطور بتاع المجرة فيترى ايه اللي حيحصل ايه يا جماعة احنا التجربة البصرية بتاعت ديون الجزء التاني ممكن تكون بتتساوى وفي بعض الاحيان بتتفوق عن الجزء الاول في الامور البديهية البسيطة يعني احنا بنتكلم على راجل على ما يبدو دوني ذي ينوف بفريق الانتاج بتاعت ديون دفعوا تمن السوفت وير بتاع المؤثرات البصرية بينما بقيت هوليوود كلها بتشتغل بالنسخ الكراكت هو ده التفسير الوحيد اللي انا شفت لدرجة العناية بالتفاصيل لدرجة الاستاذة في الفريمات زي ما احنا اتفقنا الرجل ده كدراته لا يعل عليها والموضوع ده وتبين من اللحظات الاولى حتى في المشاهد اللي ممكن دلوقتي واحنا بنستعيد تفاصيل الفيلم ما نحسش انها ملحماية بزيادة وانا بقصد المواجهة الاولى المواجهة الاكشن الاولى اللي جوه الفيلم فيها بعض الابداعات الفنية على مستوى الافكار وطريقة ترجمتها على الشاشة باستخدام المؤثرات وعلى فكرة مش كلها مؤثرات رقمية في منها مؤثرات عملية وواضحة جدا داخل التفاصيل بتاعت المشهد الاول مدعومة يعني انت بمجرد لما تحس انك وصلت لدرجة الاندهار بما هو بصري قدامك وتحس ان خلاص يعني انا وصلت للبيك ودلوقتي حبتلي اهمد يروح دخلك عم هانس زيمر بالمؤثرات السماعية اللي في تقديري الشخصي بتتفوق على الجزء الاول مش هقول انها كجمع الموسيقية فيها الجديد اللي ممكن يكون لفت نظري بس طريقة التوظيف في الجزء التاني بالتحديد ممكن تكون بتتفوق على الجزء الاول بسهولة جدا ولو تترقبوا او تتابعوا التفاصيل البصرية بتاعت الفيلم من البداية للنهاية ممكن درجة اندهاركم تزيد كمان انا عاوز ادعي ان لو في خوزة معينة او جزء في ملابس الشخصيات تعرضت لضربة او احتكاك في بداية الفيلم ففي نهاية الفيلم هتلاقوا الاثر بتاع الاحتكاك ده درجة التفاصيل في تصميم الملابس في تصميم المواقع في تتبع تطورها من خلال الاحداث لما تيجي تمزجه مع المؤثرات العملية والمؤثرات البصرية وموسيقى هانزمر لا تجربة مشبعة للاحاسيس بكل تأكيد ليش اداء السينما تغر في هذا ما نشوفه في افلام اخرى في السينوات الاخيرة خصوصا ان الفيلم خلاني في بعض المشاهد ان اصدق ان الكواكب هادي موجود في الحقيقة التجربة البصرية هنا تميزت بقدر كبير جدا من العناية مش شكل بوقلب هو ضوط الموضوع انت نفسك لما تيجي تسمع الشكوى بتاعة الفنانين بتوع المؤثرات الرقمية في العالم كله عن الافلام اللي لقت انتقادات كتيرة قوي مؤخرا اللي هي اغلب افلام دي سي واغلب افلام مارفل هم نفسهم بيدفعوا عن نفسهم وبيقولوا مخدناش وقت عندنا ضغوط كبيرة جدا لتسليم مشاهد معقدة جدا في وقت دايق جدا واللي بناخده بيتعمل وخلاص هذا هو الموضوع هذا هو الفارق اي حد في الدنيا يشتغل في اي عمل ابداعي في اي مرحلة يقدر يفرق ما بين الحاجة اللي اتعملت وخدت وقتها وحطوا عليها احسن فنانين موجودين والفنانين دول خدوا تفاصيل فنية والشغل بتاعهم كان فيه مراجعات وكان فيه تجويد وكان فيه فترة لاضافة اللمسة الشخصية والتحسين والامور دي كلها عن الحاجة اللي يعمى اي حاجة عوزين نرمل الكلاين تجيله على قد فلوسه وخلينا نخلص وكلام زي ده ده منعكس على التكلفة تاعت الفيلم التكلفة الرسمية تاعت الفيلم هي وتسعين مليون دولار ما هياش ابشع حاجة اسمعناها مؤخرا بس تعتبر تكلفة عالية بالنسبة لعالم المفروض ان تفاصيله اغلبها احنا شفناه في الجزء الاول يعني هو كان ممكن يعتمد على اللايبرريز ديت او على ما هو ابداعه بالفعل ويشتغل عليه بس يطوره تطوير بسيط لكن من الواضح ان مش ده اللي حصل وزي ما بيقول لكم انا لمست في عدد من المشاهد اللي كان ممكن اللي شفته قدامي على الشاشة يكون معمور رقميا بنسبة 100% ادعي ان لأ في حاجات منها عملية في حاجات منها اتعملت بالتريكات بتاعت التصوير يعني اتصورت on the day زي ما بيقول الوات تيموتي ده قلقستي بقى والله بص لا هو مش قلقاسة اصل قلقاسة ما بيعرفش يمثل يا جماعة علشان نكونوا واضحين لكن الوات تيموتي تشلقامي ده ممثل جامد بصراحة بس اللايكاملتي صفر يا معلم عارف بيفكرني ايه بيفكرني بالمشهد العظيم والجملة العظيمة للراحلة تحية كاريوكا من اغنية اهتفوا باسم الاله من فيلم اسكندرية كمان وكمان كانت بتقول قلها صريحة وما تدخلناش بشغل المافيا حد يا ناس يزوق الناس تحب القفل ده بالعافيا حتى على فكرة اهتفوا باسم الاله من فيلم اسكندرية كمان وكمان الى بعد كبير معبر عن احداث فيلم ديونو وبالتحجيل الجزء التاني ويوسف شاهين تقدر تعتبره هافير بردام هو الموضوع يعني بس فعلا اللي هو يا جماعة مش قادر احبه يا جماعة ايه الغصب ده الفيلم دراميا يمكن بسهولة فصله لجزئين او لنصفين في النص الاول بنعيش مع تجربة تعايش بول داخل عالم الفريمن واعتقد ان دي المرحلة الافضل داخل الفيلم عدد الشخصيات جواها كان محدود ما كانش كبير كان عندنا تأملات كبيرة في الصراع الموجود داخل بول اتريد الشخصيان واللي اعتقد ان دي المرحل اللي بتبين قد ايه تيموتي شالميش حقيقي ممثل جيد وانه حقيقي ممثل متمكن وقادر يعبر عن الانفصال ده او عن الصراع ده من غير كلام كتير ومن غير خطب كتير انت شايف الموضوع فعنيه وطبعا بعيدا عن الصراع الداخلي في صراع خارجي داخل المجتمع نفسه ما بين الشخصيات القديمة او الجنوبية زي ما هم عبروا عليها وما بين الجيل الجديد اللي مش مصدق فيما يدفع الشخص للإيمان بنوبوءة لهذه الدرجة وترقب نتيجتها والإيمان بالعلامات هنا الإسقطات كويسة جدا طريقة التأمل بتاعتها كويسة جدا ما فيهاش انتقاد لأحد من الشخصيات ما فيهاش أحكام لا على دول ولا على دول لا على دول بصفاتهم مفتقدين للإيمان ولا على دول بصفاتهم متعلقين بالخرافة أكتر من اللازم الأمور متزنة طريقة الصعوب بتاعته داخل المجتمع مقنعة في كتير من أبعادها الاختبارات اللي هو بيمر بيها أو بيفرضها على نفسه علشان يقنع المجتمع بوجوده جواه مجرد وجوده جواه الأهداف بتاعته من البداية ما كانتش للقيادة هو داخل بصفة واحد من مش عارف كانوا مصامينه إيه الف دايكن اللي هي متاخدة من الفدائيين داخل المجتمع بتاع الفريمن اللي على قد ما أنا فاهم المفترض أن دول ناس للتضحية يعني دول ناس بتضحي بنفسها من أجل الهجمات ومن أجل المهام اللي بيقوموا بيها النمو بتاع علاقته للغرامية مع شخصية شاني بدأت من فين راحت لفين إيه اللي خلاها تحب وإيه اللي خلاي حبها أمور مقنعة جدا وخصوصا لما تيجي تتأمل في الزوايا اللي هي شخصيا حبته فيها وقد إيه حتخش في صراع لما الزوايا ديت تبقى في حالة تضاد أو في حالة صراع أو في حالة اختلاف مع بعض النواحي التانية اللي متعلقة بقضية الإيمان من البداية ده تسلسل هايل النصف الأول رائع وعجبني جدا أن إحنا وإحنا بننتقل ما بين الأحداث بتاعتنا أو من الزوايا تاعت الأحداث بتاعتنا بنديها حقها كدفعة واحدة يعني ده في فلسفة المونتاج شيء عجبني جدا يعني وإحنا عايشين مع بول أتريدس وإزاي دخل هذا المجتمع وإزاي تأقلم جوه هذا المجتمع وحيقبلوه ولا مش هيقبلوه وإيه الاختبارات اللي حيفرضها على نفسه حينجح فيها ولا مش حينجح فيها درجة الترقب درجة الإثارة الكلام ده كله مخرج الفيلم فاهم كويس قوي أنه مش عايز يفصلك من ده مش عاوز وإنت فوزت ده تروح تجيب مشهد عابر من الهاركونن مش محتاج تروح تجيب مشهد عابر للإمبراطور والحشية بتاعته حتى لما كان بيروح عند دول كان بيديهم ضفعتهم المتتالية من المشاهد ده زي ما بقول في فلسفة السرد وفلسفة المونتاج عجبني بشكل كبير جدا ولكن ده النص اللي في الأغلب كل الناس اللي شافوا الفيلم حينسواه أساسا يعني درجة الانبهار ودرجة التأثر اللي موجودة عند الناس بأحداث الفيلم كلها قائمة على ما جرى في النص التاني في النص الأول في عندنا بعض التسلسلات اللي هتعجب الناس اللي بتدقى شوية في التفاصيل ويمكن تسلسل واحد أعتقد أنه هيكتسب مكانه أسطورية كده كده من جودة تنفيذه ومن جودة عرضه ومن جودة تصويره تصوير حركي ما هواش تصوير فحتى الادعاء بتاعي أن الرجل ضامن الإجادة في كل ما له علاقة بالفريمينج أو بالكادرات المرضي الدنيا أصعب لأنه مشهد حركي بشكل كبير قوي واعتقد الناس فاهمين قصدي إيه وحشير ليه بتوضيح أكتر لما نجي نتكلم بحركة بس المجمل الانبهار في النص التاني نص التاني أخباره إيه بقى ايه رأيك في مشاهد الأكشن بتاعت بول واتشاني في أول الفيلم الأفضل الأفضل بكل تأكيد أول مرة كنا بنشوف التحديات دا لأن كتير منها تكرر وبصراحة برضو ما أعجبتش قوي بأن في منتصف الفيلم كان فيه منتاج بيبين لك أن العمليات دا تكررت بتفاصيلها وأمور زي دي هياش أعظم أداة سينمائية أنا بموت فيها بتاعت المونتاج دا فكرتني شوية لما يجيب لك أن فيه عاوز في فيلم معين يبين لك أن فيه مطرب نجح قوي فيروح جايبين وهو ماسك الميكروفون وفي الخلفية وراه بقى لندن باريس ما عرفش مين والجمهور يجري في منتاج 30 ثانية يشرح لك دي ممكن أحداث فيلم بالكامل مثلا فدي مش أقوى حاجة دا وصولا لغاية منتصف الفيلم في النوص التاني من الفيلم نقدر نقول أنه نقطة التحول الكبرى هي دخول الشخصية بتاعت أوستن باتلر على قد ما أتذكر كان اسمه فيد روتا والمفترض أنه هو ممثل الأناركية والدموية والعنف والبطش الشديد جدا المقترن بكونه باعتراف الجميع أو جميع ما نحاوله بأنه هو مختل نفسيا وفي نفس الوقت عبقرية المهم من الدخول الشخصية على الخط فعلا ممكن تكون أنا عاشت الدنيا شوية دي المرحلة بتاعت المقاومة من الجانب بتاع الهاركونن مقابل اللي بيحصل من الفريمن والهجمات بتاعتهم والأمور دي كلها هنا الكروت بتختلط هنا بيكون أمام بول اتجاه واضح أو دافع واضح بأنه لازم يتبنى التوقعات بتاعت المجتمع اللي هو جواه منه وبعد كده بنشوف الصراع شكله وعمل إزاي في تأدير الشخص اللي احنا شفناه في النص التاني من الفيلم على مستوى المشاهد معرفش ما فيش أي طريقة للتأكد من اللي أنا بقوله لا يتعدى 60-70% من اللي تم تصوير أنا أدعي إن في حاجات كتيرة جداً اتشالت حاجات ممكن يكون إخفاقها نسبي أنا أشوفه وإنت ما تشوفوش وفي حاجات تانية مطلقة ما ينفعش ما نكونش شايفانه وقع إن في عداء أصلاً ما بين فيد روثا وما بين الشخصية بتاعت باتيستا اللي هو رهبان ليه؟ تضارب دوت كله على الشاشة تقدم في قد ايه وفي الآخر في هذا المشهد فيه إشارة واضحة جداً لحاجة على ما يبدو موجودة في تاريخهم لا تم تقدمها ولا تم الإشارة لها على الإطلاق النهايات لكل الشخصيات المهمة بالنسبة لنا متسرعة أكتر من اللازم بشكل مفجع في البداية عندنا نقطة مهمة جداً لانطلاق الأحداث مبنية على صدفة أنا لو أحكيها بأقصى درجات الجدية اللي ممكن أتخيلها في حياتي لازم حتطلعكم إدية طبعاً التفاصيل بتاعت الأمور دي كلها حقولها بشكل حد حاجات كتير جداً حاسس إن زمانها على الشاشة كان المفروض يكون أضعاف اللي تم تقديمه وطبعاً وإحنا بنتكلم على دخول شخصية من شأنها إن هي تصدر لنا الرعب والصدمة والقلق والتوقع والترقب وإحنا بنعمل كل ده في عدد محدود جداً من المشاهد وفيه غياب الار ريتد اللي يمكن يكون أثره في الجزء الأول كنت بذكره على استحياء ولي يا جماعة الفيلم ده كان محتاج بعض المحتوى الدموي إحنا أمام حاجات المفروض إنها تطير حنقنا وغضبنا على بعض الشخصيات من دلوقتي لغاية نهاية السلسلة فإزاي ما تجيب ليش ما يشحني زي ما من شوية حد كان بيقول في التشات حاجة تصدمني حاجة تصدر لي مشاعر أفضل شايلها لغاية النهاية المرة دي انت عدد فعدد محدود جداً من المشاهد مطلوب إنك تنقلي مشاعر ممتلة وفي نفس الوقت بتعملها من غير ولا نقطة دم تقريباً إزاي يا جماعة يحصل إزاي ده تأثير غياب الار ريتنج أو التقييم الرقابي الجريء على الجزء الثاني أفجع بشكل واضح من الجزء الأول الفيلم كان يحتاج يبقى أربع ساعة موافق موافق الفيلم كان يحتاج يبقى أطول من كده بكتير جداً أنا أدعي إن في ناس من أطال الفيلم بعد ما يشاهدوا مشاهدهم بالمقارنة مع مشاهدة زندية وأنا لسه مصمم على هذا الموضوع بطلة الفيلم الأولى زندية ماشي حلو الخط بتاعها مهم طريقة التعامل مع الخط بتاع علاقتها الرومانسية بول في النص الأول من الأحداث أصلاً يبدأ يشككني هو أنت هتعمل نفس الغلطة تاني لأن زي ما بقول أنا في الجزء الأول وأنا قاعد بتفرج حبيبي علشان نوصل عشان نوصل لدائرة مكتملة عشان نوصل لل زي ما ناس كتير عبرت علشان نقفل للدنيا بشكل كويس لا لسه قدامك أحداث كتيرة قوي الصدمة اللي حصلت في الجزء الأول أنه تقريباً تغادى تماماً عن الأكت التالي هو قطع الفيلم بعد الأكت التالي وقال لك بعد كده حنكمل الموضوع وأنا سمحت في ده أنا ما تضايقتش من ده المرة دي لأ أنت بتحاول أنك تحافظ على الدنيا عندنا بداية وعندنا وسط وعندنا نهاية وعشان تكفي ده كله داخل زمن الفيلم خصوصاً بعد الإسهاب المطلوب أنا مش قادر أقول أنه هو أكتر من اللازم أو أكتر من المطلوب في النص الأول في النص الثاني أنت بقيت راكب موتوسيكل وبتجري بينا واحنا مصرولين وراءك يا دود بس أفلام كتير ما فيهاش دمه وفي نفس الوقت بتصدر خوف رهيب بأنك تاخد وقتك ما هونت لازم تعمل حاجة من الاتنين فيه حاجات كتير PG-13 و PG-10 وعبقرية المخرج أنك تطلع منها مش مصدق أن اللي تفرجت عليه دود كان رقبياً خفيف يا جماعة أنا مقتنع بالنسبة ما في المهاني شوفت بلاوي الحل ده محتاج لوقت محتاج له حرب نفسية محتاج تركيز كبير على الشخصيات اللي مفروض تصدر لك تهديد علشان لما تيجي مواجهة معينة تشعر تجاهه بشكل من أشكال القلق الفيلم بتاعنا على مستوى التسلسلات العاجي جداً احنا بنتكلم على رحلة شخصية بتنشأ من الرماد بعد ما الكل توقع أن بول أتريدس الضلع الأضعف في منظومة هاوس أتريدس أكيد الضحر وأكيد راح بيقوم مرة أخرى وبيبقى قائد العودة اللي ما فيش أي حد توقعها وما فيش أي حد آمن بيها ومن المفترض أن الناس اللي عندها القدرة على التنبؤ بالمستقبل والرهان على الخيل الرابحة أخطأوا وما توقعوش منه هذا الموضوع فلازم أشوف له كبوات لازم أشوف له رايزن فول لازم أشوف له صعود وأسقوط مفيش مفيش تسلسل ورا تسلسل ورا تسلسل ورا تسلسل مجرد أنك عمل تدفع في اتجاه واحد بدون وقت كافي حتى عشان المشاهد يحتار معاك هو أنا المفروض ده مش في الخطة دوت والنفروض ده مش في الخطة ده دور جوش برولن مش حرق خالص أنه واضح من التريلر أنه بيرجع وأنا كانت من رهاناتي ومن دواعي إعجابي بالجزء الأول يمكن أكون عبرت عن ده لما كنا بنكلم بحرية حرق في الحصاد من أن الشخصية دي طريقة إخفاءها وسط الغمامة اللي حصلت في الحرب أو المجزرة اللي قامت في الجزء الأولاني ضروري عودته أن عنصر الإنقاذ في هذا المشهد ممكن يكون هذه الشخصية هو أصلا بطلنا ما تعرضش لأي حاجة تستدعي ده طوال أحداث الفيلم من أول وآخر وثانيا دخول جوش برولن مرة أخرى على الأحداث حاجة إلى أبعد الحدود أصلا ده المشهد اللي انت ممكن تنام فيه دي يا جماعة النقطة اللي حتخليني أقول بكل وضوح أن ديون الجزء الأول أفضل من ديون الجزء الثاني بسبب الارتباط العاطف أنا كنت مرتبط بشخصية الديوك كنت مرتبط بشخصية بالأداء بتاع أوسكر آيزك بالمعاناة العاطفية الشديدة اللي عنده ما بين دوره كرب أسرة أو أكبير بيت من البيوت السامية في هذا العالم ما بين كونه أب لبول أتريدس وما بين كونه موطيع للإمبراطور ده موضوعه خلاك وانت بتتفرج أيوة يا عم أنا مرتبط بيك أنا متعلق بيه ولما شفنا أحلك الفصول في تاريخ شخصيته أو في خط سير شخصيته حقيقي تأثرت رحلة إنقاذ كل وأمه حقيقي تأثرت الدور بتاع شخصية جيسون مومو بالأداء بتاعه بالتضحية اللي أقدم عليها في الجزء الأولاني حقيقي تأثرت تعلقت باللي أنا بتفرج عليه في الجزء الثاني ولا شخصية ولا شخصية متعلقة بيها درامية بما فيهم القفل اللي احنا تكلمنا عليه طبعا عارف يا دود المشكلة بجد فين المرات إن الكتاب فيه كل المشاكل دي أيها يا رئيس طب أنت بتعمل معالجة ليه يعني أنت لو بتعمل معالجة ما هو ده العلمك ده أكبر داعي في الدنيا للمعالجات الدرامية إن يكون فيه مادة أصلية فيها مشاكل تيجي أنت تعمل لها معالجة لأن أنا عندي رؤية أسد الفجوات ديت أشوف حلول أعالج الموضوع كل الناس بتجمع إن رواية ملك الحزين اللي مأخوض عنها فيلم الكتكات رواية مش حالة وأغلب الناس اللي أروها مش متخيلين من أنها تصلح أصلا للتحول لفيلم فيلم الكتكات بتصنيف دور الساة بتاعنا هو أعظم فيلم في تاريخ السلمة المصري الأداء الأفضل في الفيلم في تقدير الشخصية هو هاديير بردام لأنه بيقاوم أسوأ قدر ممكن كاتب سيناريو ومخرج يكتبوه على الشخصية بتاعته إنه يفضل طول الفيلم يكرر في نفسه اللي مصدق النبوقة بشكل كبير جدا وكل ما تحصل حاجة من طول يروح مفصرها بشكل واضح إنه هو دي النبوقة هو دا اللي توقعنا هو دا اللي عملنا قاعد الفيلم كله يعمل كده ومع ذلك أفضل أداء طيب قبل ما نخص في فترة الحرق أنا أحبط بفيلم ديون الجزء التاني أنا عجبني الجزء الأول أكتر رغم إن أنا شخصيا كنت محبط به كدلك الأمور اللي اتحركت للأمان بشكل واضح هي التجربة الحسية بتاعت استقبال المشاهد بتاعت الفيلم وده تفوق ليه قدر كبير جدا من الأهمية خصوصا وإنه كان من العناصر المتميزة كذلك في النص الأولاني أو في الجزء الأولاني النصف الأول من أحداث الجزء التاني جيدة جدا وأشعرتني بالقلق من إن الإسهاب اللي احنا واخدينه والتأني اللي احنا عايشين فيه ممكن يدفعنا للتصرع بشكل أكبر من اللي لازم في تفاصيل الجزء التاني اللي فيه صراعة أكبر اللي فيه أكشن أكتر اللي فيه ألعاب عقله وألعاب مخ أكتر واللي للأسف تقريبا ما كانتش موجودة على الإطلاق أو التمثيل بتاعها كان أبسط من اللي لازم بشكل كبير جدا لذلك فبما إن تقييم الجزء الأولاني كان ثمانية من عشرة فتقييم الجزء التاني ديون تو هو سبعة ونوص من عشرة يا جماعة من هنا ورايح لغاية نهاية هذه الحلقة أي كلام حيبقى فيه حرق الفيلم اللي ما شافش الفيلم يتفضل يقوم البارون جد بول إيش رأيك ريفيل صادم مهم استغلاله مش في أفضل الأحوال أعتقد إن حيتارت طب عليه حاجات أهم من كده المستقبل بتاع السلسلة من خلال بورت 3 المتوقع خلال سنتين أو ثلاثة أو حاجة زي كده ولكن جوه الفيلم درجة الاستفادة بيها مش أعلى حاجة عموما يعني هو الحكم على الأجزاء شيء صعب لأن انت ممكن تتوسم بإن في بعض الحاجات اللي ما تحسمتش ما تشرحتش ما انتهتش النهاية اللائقة ده مش معناها إن هي انتهت بالكامل ما ممكن في الجزء الثالث نرجع ولو حتى من خلال فلاشباك نشوف بعض التفاصيل الخاصة بشخصية فيد روتا وشخصية رابن ونكتشف إن الأمور اللي أنا عيبت عليها دلوقتي دي ممكن يكون لها حل في المستقبل خصوصا وإن شخصية فيد روتا ما انتهتش بالكامل قوي يعني لأنه ترك جنين فهو عنده ابن الابن ده ممكن يكبر ويعملوه أستن باطلر زي محمود الجندي في مسلسل الشاهد والدموع ويبقى له استكمالي لأن أعيد الإشارة الحاجة حصلت في الجزء الثاني كانت فرشة ممكن الاستفادة منها بمستقبلها أنا عارف إن ده صعب ويمكن الناس اللي عارفة مستقبل الأحداث يكون عنده تعقيب على حاجة زي كده بس برضو أنا بتكلم في حدود الوجبة اللي أنا أكلتها دي مش يعني أكلت طبق وحش مش وحش محبط وبعدين تيجي تقولي لا 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 بس استنى الحلو لما ينزل حيغاير دوني مش يا سيد لبقى ينزل الحلو انتقام جيرني من رابان من أضعف ما يمكن ومن أعجب ما يمكن أصلا التراجع المستمر الربان جوه الأحداث دخوله في حالة البني آدم المهتم بالكحول وبالشرب وبقى سكري وما بقاش مركز ايه الدوافع اللي قد تبيل زلك ليه الإهمال وليه السلوبينس وليه الوضع الغريب تقديمه في هذا الموضوع مشاهد واحد بس هو ده الموضوع من أوله لآخره مشاهد واحد بس التاني داخل بيقوله انت بتعمل ايه هنا بعد ما كان بالفعل قد هجمات بعد ما بالفعل كان شارك في حاجة التاني بيقوله انت بتعمل ايه هنا فالتاني قاله الجملة قاله ايه ركع ولا معرفش بوس معرفش ايه والايه يا جماعة ده حتى على مستوى الحوار حاجة تعبانة وحاجة ضعيفة قوي يعني وبعد كده راح يهب طب فين تسرع لي بينكم المفترض بقى ان احنا يعني نخش مع بعض نضرب في بعض شوية ندور الضرب في بعض نعمل كلام زي ده وبعدين نوصل لحالة الكونكلوجين للمشهد اللي كانت صرب بالفعل على السوشال ميديا وشوفناه فنفهم من خلاله اللي وصل للنقطة دي نحنا وصلنا لها في اقل من خمس ثواني وبعد كده شخصية رابان بقت موجودة شخصية الصف الثالث بقى الاسماعيلي بتاع هاوس هاركونن ووصولا المشهد في الاخر بيجري والتاني بيقوله تعالى فرح رجع له عشان يقتله تا كنت على باب الزحلقة طب ما كنتمشي وخلاص المفروض كان فيه مشهد لبول وهو بيدرب بالنووي وده كان المفروض انه يبقى كلايماكس الشخصية في التغير بتاعه لكن ما حستش بجنيه فيها بأي حاجة اللي هي خطة الهجوم الاخيرة على المعسكر بتاع الامبرار بتاع الامبراطور احنا حنرسم الخطة الفلنية الخطة نجحت بنسبة 100% ده بيحصل في اني فيلم ده يا جمع مين في الدنيا رسم خطة حربية فيلم ونجحت زي ما كان رسمها بالزبط طب خلينا نطور السؤال شوي عشان نكون واقعيين مين في الدنيا بيرسم خطة عشان ينفذها في المشهد الحاسم او الموجه الحاسمة وبتمشي زي ما هو عاوز بالزبط البروفيسور هو ده المستوى اللي احنا بتتكلم فيه اللي قد انا معترض على فكرة الصدفة لانه في قصة فيها نبوء لان افترض الصدفة خصوصا ان هافير بردن كان بيتأكد من ده من رأي المخرج حاطنا من اختيارين يا اما نؤمن كمان بالنبوء وناخد الجانب الا لا 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 عنصر الصدفة انت تتسرعت انت كان ممكن تسألنا نقصد ايه انا نقصد الناس دخلت انتو مين انتو كلاب انتو برا انتو غير مرحب بيكم انا انتو بتعملوا ايه في هذا المعسكر ومعرفش مين بص حضرتك قدامك حل من الاتنين يا اما نرميكي في الصحراء ليه الكلاب تنهش جتتك يا اما تبقي الكبيرة بتاعتنا فيش حل تاني احنا ناس ما بتتفهمش طب ليه والله عندنا فيكنسي يعني انت دخلتي دلوقتي حالا سيدة حاصلة على الدكتورال فخرية في الكيميا النووية الكنين بس اتخرجوا من الجامعة دي في التاريخ واحدة كانت عندنا بتموت وانتي جتلنا دلوقتي يا دود انا الصراحة مختلف مع حضرتك في فكرة ظهور شخصية اوستن باطلر هو ازهر قليل بس انا عرفت عنه كل حاجة من المشاهد اللي ظهر فيها وكلها كانت اروع ما يمكن اروع ما يمكن الراجل دوت اول تعريف شفناه ليه انه هو بسم الله ما شاء الله اي حد في الدنيا بيجي يديله حاجة بيروح مموته ومأكله للبنات اللي عنده هو عنده جيش من الكانب الزوراء ايه السبب ايه داعي ايه المعرفش مين الكلام بيأكله بني قدمين فكل ما حد يجي له يروح ده بحوله وميديهوله دي حاجة لما بتتقدم في اي عصابة او جانب من جوانب الفيلان اللي في الحياة ان اي حد في الدنيا يجي 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 لك خبر مش على مزاجك او يعمل لك حاجة من المتوقع تتباحه دي حاجة من اخيه بممكن دي حاجة تتحط في السي موفيز في البي موفيز تتحطش في ايه وبي موفيز حتى يعني على الاطلاق المهم تخطينا ده الراجل ده عنده قدرة قتالية استثنائية ليه دخل عليه تلاتة كانوا مدروخين اساسا اتنين منهم مدروخين والواحد سليم واحد سليم ده كان سجين وما فيش اي مقدمات لكونوا مقاتل جيد من اساسه فكسبت تلاتة منهم واحد بعد معاناة بعد كده عنده تفاوك استراتيجي في حادثة واحدة فقط لغير الهدف الاساسي منها جوه احداث الفيلم هو دفع البطل بتاعنا للاختيار الصعب يفضل في الشمال ولا ينتقل للجنوب علشان يحقق النبوء بتاعته السلسل حلو وبعدين بقى كنبارس واقف في الصف التاني جوه الموضوع دخلنا في القتال الاخير القتال الاخير حقيقية حد بيقول الاعظم اللي انا شفته في حياتي الاعظم اللي شفته في حياتك ينهر اسود انت شفت روب روي انت شفت ستار وورس انت شفت ذلاس ديول انت شفت زفت دوت بتاع براد بيت وإريك بانا كان اسمه ايه تروي انت شفت الناصر الصلاح الدين يا جماعة دي مبارزة عادية جدا مش حول عليها وحشة عادية جدا وبعدين لما جيت اقرف التفاصيل عملوها قعدوا يتمرنوا عليها شهور وعملوها بكل تفاصيل وهو هما الاتنين بنفسهم حتى الويت شوتس هما اللي عملنا اخلاص رائع فين الكلام دوت مبانش الكلام دوت في التفاصيل حتى مفيش تتبع مفيش تواصل في المشهد شابي جدا قطع 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 المشهد الايقوني في النص الاول هو عملية ركب الدودة ديت كنت مترقب فيها كنت خايف ان هو يفشل فيها كنت حاسس بالخطر حقيقي عرفت ايه التهديد بتاع هذا الكائن وشفته بشكل كافي ماقدرش اشكك فيه شيء واضح بتفاصيله بكل حاجة كان عندي تشككات في انك ما اظهرتش التفاصيل اللي بتخلي حد يركب الدودة ديت وياقضها بالشكل ده تبينتها بشكل عملي رائع فكرني الى حد كبير وانا اسف ان انا هجيب لنفس الكلام بقتكم تايتن ان هو ادي لك اشارح لك التفاصيل بتاعت ازاي الشخصيات دول بيقتلوا العمالقة دول بكل التفاصيل بتفاصيل الميكانيكية الدقيقة جدا ده شيء انا احترنته جدا وكان رائع جدا طب متكمل على كده يعني انت بتعرف وانا عارف انك بتعرف وانت عارف ان انا عارف انك بتعرف طب ايه الهجوم على هو المكان اللي هجموا عليه دوت كان خسارة كبيرة للفريمن خد على الشاشة قدي يا باشا ده ده انت كده وما مش لقيه اقوى بلوت وستر نوبول بيتجوز بنت الامبراطور وبيسحب العزندية نقطة تانية بس دي برضو يعني صف ثالث صف رابع في الانتقادات ليه يبقي على حياة الامبراطور عشان خاطر بنته ايه وجه الخاطر اللي انت كأوينتغولها في النظرة ده ان هي تيجي معاك برضاها ما تيجي غصبا عنها لو بنتكلم في التفاصيل ده انت جواز سياسي يعني رادية ولا مش رادية مش فارق معها في حاجة ده عامل زي سواء التاكسي لما كان بيسرقك ويقولك المهم تكون راضي يا باشل ليه علشان في الجزء التالت هيعمل حاجة هيعمل كومباك يا مستر دوني انت عارف كريستوفر وولكن عنده كم سنة عارف ولا مش عارف عارف المخاطرة اللي انت بتاخدها العمار بيد الله طبعا بس انت فاهم المخاطرة اللي انت بتاخدها السواريخ كانت مطيرة اللي لمسرخين والله ده كنت ناسي الموضوع دوت التقديم المتأخر للقواعد يا جماعة ابوك ابوك مالو كان سايف ترسانة نووية ممكن تدمر المجرة كلها محدش قال في ديك ام الجزء الاولاني والنص التاني بتاع الجزء التاني ليه السائل الازرق مالو بيجيب المستقبل محدش بيقول الكلام ده بمبدري ليه والتاني كل ما تحصل حاجة انا عادة قريد ده في النبوءات هو لسان الغيب ابن اللذيب ايوة يا ابني ده وقع على وشه وهو ماشي ما هو مكتوب في النبوءة انه هو هو على وشه هون يا ابني ده هو رفض الموضوع ما هو مكتوب في النبوءة انه هو متواضع مش هيوافق على الموضوع يا ابني ده خان الناس واستعام بالروح الهاركونانية في الحرب الاخيرة بانه هو خان الامبراط ايوة يا ابني ده و هو بيجريrounded عليك ابن واسخ يا فان ما هو مكتوب في النبوءة انه هو حيقول organic انت كونت دايما بتقول ليه تخفيف الكوميدي مطلوب هو التخفيف الكوميدي دوت المفروض لو هو تخفيف كوميدي وأنا مختلف معك أنه هو تخفيف كوميدي المفروض أنه هو يكون في توقيته صحي في مكانه الصحي من خلال الشخصيات الصحي في المشاهد الصحي لكن أنت بتكلمني على أكثر المشاهد حدة داخل الحوار وهو بيلقي الخطبة الجبارة اللي بيقول فيها أدم الشايف نفسي هذا الشخص اللي أنتو بتدعون أنه حكونه واحد تاني يقول لك من صفاته أنه هو متواضع ده ضحك دي لحظة حط فيها كوميديا هو ممكن ما كانش ناوي يقتل الإمبراطور هو كان ناوي يسمعهم ويبين لهم أنه كان ناوي لكن بسبب بنته عفى عليه ممكن يستغل النقطة دي من بعد عليهم جميل حيستفيد منه إذن فهو كان بيقدم على قتل الإمبراطور وكان في آخر لحظة حيامل اركب الهواء يا أمبو اثبت مال ده أنت رجل كبير ما تخلينيش أعزاك أنا كنت عايز الأمورة بس تيجي برضاه ولا يد اثبت يا طب كمان ما لا لا يا حاج لا يا حاج لا يا حاج أنت خفيف أهو يا حاج إيش نا يا رد ألف ألف شكر لكم حس أن احنا خلاص دخلنا في دوائر مفرغة لن نصل لأي جديد ألف شكر لحضراتكم أسباح وعلى خير باي باي